وصية ابن سعيد إلى ابنه علي بن موسى بن سعيد العنسي أودعك الرحمن في غربتك مرتقبا رحماه في أوبتك ومختياري كان طوع النواة لكنني أجري على بغيتك فلا تطل حبل النواة إنني والله أشتاق إلى طلعتك من كان مفتونا بأبنائه فإنني أمعنت في خبرتك فاختصر التوديع أخذا فما لي ناظر يقوى على فرقتك واجعل وساطي نصب عين ولا تبرح مدى الأيام من فكرتك خلاصة العمر التي حنكت في ساعة زفت إلى فطنتك فللتجاريب أمور إذا طالعتها تشحد من غفلتك فلا تنم عن وعيها ساعة فإنها عون إلى يقضتك وكل ما كابته في النواة إياك أن يكسر من همتك فليس يدرى أصل ذي غربة وإنما تعرف من شيمتك وكل ما يقضي لعذر فلا تجعله في الغربة من إربتك ولا تجالس من فشى جهله واقصد لمن يرغب في صنعتك ولا تجادل أبدا حاسدا فإنه أدعى إلى هيبتك وامشي الهوين مظهرا عفة وابغي رضا الأعين عن هيئتك أفشي التحيات إلى أهلها ونبه الناس على رتبتك وانطق بحيث العي مستقبح واصمت بحيث الخير في سكتتك ولا تزل مجتمعا طالبا من دهرك الفرصة في وثبتك وكلما أبصرتها أمكنت ثب واثقا بالله في مكنتك ولج على رزقك من بابه واقصد له ما عشت في بكرتك ويأس من الود لدى حاسد ضد ونافسه على خطتك ووفر الجهد فمن قصده قصدك لا تعتبه في بغضتك ووفي كلا حقه ولتكن تكسر عند الفخر من حدتك ولا تكن تحقر ذا رتبة فإنه أنفع في غربتك وحيثما خيمت فاقصد إلى صحبة من ترجوه في نصرتك وللرزايا وثبة ما لها إلا الذي تذخر من عدتك ولا تقل أسلم لي وحدتي فقد تقاسي الذل في وحدتك والتزن الأحوال وزنا ولا ترجع إلى ما قام في شهوتك ولتجعل العقل محكا وخذ كلا بما يظهر في نقدتك واعتبر الناس بألفاظهم واصحب أخا يرغب في صحبتك بعد اختبار منك يقضي بما يحسن في الأخدان من خلطتك كم من صديق مظهر مصحه وفكره وقف على عثرتك إياك أن تقربه إنه عون مع الدهر على كربتك وقنع إذا ما لم تجد مطمعا واطمع إذا نفست من عسرتك وانمو نمو النبت قد زاره غب النوا واسم إلى قدرتك وإن با دهر فوط له جأشك وانظره إلى مدتك فكل ذي أمر له دولة فوف ما وافاك في دولتك ولا تضيع زمنا ممكنا تذكاره يذكي لضى حسرتك والشر مهما اصطعت لا تأته فإنه حوب على مهجفك ترجمة نانسي قنقر